السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الخميس 18 تموز يوليو القمر اليوم موجود في برج القوس ورح يظل موجود في برج القوس لغاية الساعة 8 و13 دقيقة من صباح يوم الغد الجمعة بتوقيت جرينيش طبعا لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجديد القمر الآن موجود في منزلة النعائم الآن يعني موعد بث الحلقة وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 9 و11 دقيقة من صباح اليوم الخميس وبينتقل بعد هذا الوقت بتوقيت جرينيش طبعا لا منزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة القمر الآن بما إنه موجود في برج القوس أو اليوم معناته منشعر بالارتياح والسعادة والنشاط ومنلتقي بأناس أكثر سعادة نتعمق في شخصيتنا بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية وبيتحول تفكيرنا على عالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل أيضا للسفر والإجازات وممارسة الرياضة والخروج في النزهات ويمكن اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضنة أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هاي الفترة ممتازة للأعمال التجارية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين الزحل هاي الزاوية رح تكون الساعة 12 و49 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش من واجه مصاعب وعرقية لبتطلب منها أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض لشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيل جول الهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزيمتنا ضعيفة منكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكآبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين أورانوس هذه الزاوية راح تكون الساعة 1 و59 دقيقة بعد الظهر قرابة العصر تقريبا بتوقيت جرينتش بتعزز قدرتنا أو قدراتنا الإدارية وبتطفي جاذبية على شخصيتنا كما أنها بتعزز قوة الحدث لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد هذه الزاوية راح تكون الساعة 8 و23 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا وبتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبتزيد من ثقتنا بأنفسنا وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعا ما ننسى إنه الآن بدأنا بمراحل اكتمال القمر فما بنصح بالعمليات الجراحية وخصوصا العمليات الجراحية اللي ممكن يكون السايد افكت تاعها إنه بكون فيه نزيف طبعا بالنسبة للأعضاء هي الكبد، العجز، عظم الفخد، عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك ومفصل الورك والفقرات القطنية والعضلات القطنية هاي هي الأكثر حساسية زي ما حكينا إنه أنا ما بنصح بالعمليات الجراحية وخصوصا اللي أثارها الجانبية بيكون فيها نزيف فما بنصح فيها بالفترة هاي لأنه اكتمال القمر بيح عزز عملية تدفق الدم بالجسم أكثر فأيذن هاي الفترة أيضا تصلح للحجامة هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي بما إنه القمر موجود في برج القاوس خلوه المسار غدا يوم الجمعة بيبدأ الساعة 7.58 دقيقة صباحا بتوقيت جرانتش وبيستمر لغاية الساعة 8.13 دقيقة صباحا بتوقيت جرانتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره 13 يوم الساعة 22.22 دقيقة عصرا بتوقيت جرانتش بيبدأ باليوم الأربعة عشر نسبة الإضاءة 92% نهاية اليوم أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22.07 سعيد بنسبة 100% القمر في القوس حتى يوم 19.07 منتحس بنسبة 10% الآن ساعات الفجر سعيد بنسبة 15% أما ساعات الصباح بيرجع منتحس بنسبة 10% عطارت في الأسد حتى يوم 25.07 منتحس بنسبة 40% الزهرة في الأسد حتى يوم 5.08 سعيد الآن بنسبة 60% في ساعات الفجر سعيد بنسبة 30% المريخ في الثور حتى يوم 20.07 منتحس بنسبة 30% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19.07 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15.11 منتحس بنسبة 10% أرانوس في الثور حتى يوم 1.09 سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17.12 منتحس بنسبة 10% بلوتو في الدلوب يتراجع حتى يوم 2.09 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لمواليد برج الحمل طبعاً بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر اليوم والاتصالات لا سيماً لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر بتكون الفترة هاي نشطة جداً وبتشكل لك محطة للانطلاق بورشة جديدة برج الثور بالنسبة لمواليد برج الثور بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة حسن أداءك فاوض بمرونة واستفسر عن كل المعطيات وحاول إيجاد حل وسط وحاذر من المواقف المتصلبة وما تكون قاسي مع أحبائك وما تحمل واجباتك برج الجوزاء بالنسبة لمواليد برج الجوزاء طبعاً يعتبر هذا اليوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ولكن بتكون تتجنبوا الغضب والانفعال ما تخلي أي شخص يستفزك احمي سمعتك وما تشوهها عليك خوض الامتحان قبل الحصول على الجائزة يعني بدك تتعب اليوم عشان تحصل المكاسب وبيحملك هذا اليوم بعض الأشياء الإيجابية الداعمة لإلك بقوة فحاول إنك برضو تتحامل على نفسك وما تتخذ قرارات متسرعة برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وأيضاً بتكون تنتبهوا لغذاك ومراحتكم كونوا أكثر وضوحاً في أولوياتكم وما تدع أي شخص إثير إنفعالك أو غضبك نظم وقتك بشكل جيد التزاماً منك بالواجبات والمسؤوليات واحتراماً للمواعيد بالنسبة لمواليد برج الأسد طبعاً بتشتد اليوم رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم ولا العاطفي حتى بإمكانكم ممارسة هواية بترتفع المعنويات أهمش إنك تكون أكثر مرونة ممكن تحقق إنجاز مهم وبتنتعش العواطف من جديد وبتشتد الروابط متانة وثقة برج العذرة بالنسبة لمواليد برج العذرة طبعاً بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة بتكثر الضغوط والمتاعب لأنها فترة فيها نوع من أنواع التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلي فبدك تحاذر الخلافات والمشاعر السلبية ممكن تعاكسك الظروف وتسبب لك نوع من أنواع الإرباك برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان طبعاً بتنشطه في مجال السفر والاتصالات على أنواعها ويعتبر هذا اليوم مناسب لإجتياز امتحان أو مقابلة وبإمكانك تعزيز العلاقة مع أخ أو جار وبناسبة تكثيف التحركات بإمكانك أنك تعبر عن آراءك بحرية وجراءة تام اليوم وبتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة يعني فترة إيجابية برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب طبعاً اليوم بيحملكم فرصة لمكسب مالي إلو صلة بعمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يحصلوا على بعض المكاسب دعم أو تعويض لشيء أو تحصيل حق لإلهم مع هيك برضو بتكونوا حذرين من النفقات امتنوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تخطط لمرحلة جديدة أو تحدد الأولويات والميزانية المالية أو ممكن تتلقى هدية أو تقدم على استثمار وبرضو في فرص لمصاريف منزلية طارئة برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعومكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الداعي من مكانتكم الاجتماعية وبطالعك في هاي الفترة مما خبر بيكون مثابة لإشارة أو انطلاقة جديدة وتعتبر فترة ناشطة وحماسية طبعاً طاقة عالية جداً وممكن تتلقى جواب أو تنطلق بمشروع معه برج الجديد بالنسبة لمواليد برج الجديد يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من أعمال متراكمة حاول أنك تستريح وما تعرض نفسك للمسئولية لأنه معندك تصبر لغاية الغد الحديث ما يوصل القمر لا عندك فهاي فترة صعبة وفارغة من الحضوض خفف وطير تعملك لا تحسم أمر وما تنجرف وراء الأفكار السودة والهواجس برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو طبعاً بوسعكم تعزيز صداقاتكم اليوم منكم أشخاص ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشارك في مناسبة سعيدة أهمش إنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة أنت اليوم بحاجة للنصيحة وبانتظارك لقاء أو موعد ناجح وبرضو مميز أهمش إنك ما تهمل واجباتك وكون منظم ودقيق برج الحود بالنسبة لمواليد برج الحود طبعاً يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعمل وبينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة اليوم بتغار على مصالحك ولازم تغار على مصالحك أيضاً وبكون هذا اليوم يا أسوأ يا أنجح أيام الشهر بالنسبة لك على حسب تصرفاتك وردات فعلك صحيح إنه الفترة هاي هي فترة بيت السمعة فحاول أنك ما تجازف وما تغامر وما تخال في القوانين وما تتذمر على ما اسمع من أحد هيك من كون انتهينا من توقعتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء